بين فبراير وأغسطس ستة أشهر، فترة زمانية قلبت حسابات واشنطن تجاه أديس أبابا ففي فبراير حل وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو ضيفا على أثيوبيا في زيارة تخلى لها الإعلان عن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأديس أبابا دعما لاقتصادها وتأكيدا على تفاؤل واشنطن بحل ملف سد النهضة قريبا أجندات يعيد شهر أغسطس كتابتها بقلم بومبيو نفسه فوفق ما نقلته مجلة فورين بوليسي وافق وزير الخارجي الأمريكي على خطة لوقف المساعدات لأثيوبيا في قرار سيعني حرمان أديس أبابا مما يصل إلى 130 مليون دولار كانت مدرجة لصالح مشاريع أمنية وتعليمية وإنمائية السبب في تراجع الأمريكي بحق أثيوبيا وفق فورين بوليسي هو ملف سد النهضة الذي لا يزال عالقا على إقاع متشدد تقوده أثيوبيا في الملف الخلافي بينها وبين كل من مصر والسودان فواشنطن هي الجهة التي قامت برعاية محادثات بشأن السد العام الماضي في جولات انتهت حينها بالتوصل إلى مشروع اتفاق وقعت القاهرة عليه وامتنعت أديس أبابا عن الحضور في اللحظة الأخيرة نهج أثيوبيا تقابله واشنطن اليوم بسياسة أشد حزما وذلك في محاولة منها لإلزام أديس أبابا بحل خلافاتها مع الأطراف المعنية بالسد وتسريع التوصل إلى اتفاق بشأنه في معرض تحليلها لقرار الخارجية الأمريكية توقعت بعض التقارير زيادة في التوتر بين واشنطن وأديس أبابا على خلفيته ومعارضة لقرار بومبيو من قبل عدد من نواب الكونغرس في جدالية ستحسمها الأيام والأسابيع المقبلة